اشهد معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمضامين الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك المعظم في افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السادس وتوجيهات جلالته السديدة بالتعاون والتنسيق الدائم بين الحكومة الموقرة برئاسة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس النواب سعادة سيد غانم من فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حيث تم بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعدادات السلطتين للفصل التشريعي الجديد كما تم التطرق للاليات الكفيلة بمواصلة التعاون والبناء على ما تحقق من منجزات خلال الفصول التشريعية السابقة ترجمة نانسي قنقر